وأهل السنة اشتهر منهم في الفقه الآن أربعة مذاهب واشتهر منهم في العقائد ثلاثة مذاهب هي مذهب أهل الحديث الذي يسميه الناس الآن مذهب السلفية ورواقع مذهب أهل الحديث السلفية هم جميع السلف يتسبون لسلف الأمة ولا معنى لتخصيص بعضهم بأنه السلفيون فهو جميعا السلفيون أبو الحسن من سلف هذه الأمة إذا كان السلف يطلق على القرون الثلاثة المزكاة فأبو الحسن عاش في القرن الثالث الهجري ومات في الرابع لذلك الأفضل يقال مذهب أهل الحديث ثم مذهب الأشاعر ثم مذهب الماتريدية السلام عليكم ورحمة الله استمعنا إلى كلام محمد الحسن الددو في ما قاله وزعمه بأن أهل السنة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام أهل الحديث والأشاعر والماتريدية على حد زعمه وهنا بداية أقول بما أن الأخ محمد المتحدث مالكي أقول له بأن شيخه مالكا قال رحمة الله عليه أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي وهذه المقولة نقلها عنه القاضي عياض رحمه الله في كتابه فضائل الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة عفوا نقلها القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك ونقلها ابن عبد البر في كتابه الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء إذن أهل السنة حسب تعريف الإمام مالك إمام أهل السنة قال أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمين ولا قدري ولا رافضي ولا أشعري ولا ما تريدي إذن يا شيخ محمد مدام الأشاعر يسمون أنفسهم بالأشاعر والماتريدية يسمون أنفسهم بالماتريدية فبحسب تعريف شيخك مالك بن أنس رحمة الله عليه إمامة للسنة هم ليسوا من أهل السنة فليس أحد من أهل السنة اليوم يعرف بأهل الحديث والله هذا فلان حديثي هذا لا يعرف ليس لهم لقب هم يتسمون باسم الإسلام الشريف الذي سمان الله تبارك وتعالى به في كتابه العزيز وسمان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام به من قبل كما نقل الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العزيز إذن الأشاعر والماتريدية يا شيخ ليس من للسنة هذا كلام شيخك الإمام مالك رحمة الله عليه وأريد أن أضيف هنا مسألة هامة إذا كنت ترى يا شيخ محمد بأن أبا الحسن الأشعري هو إمام من أهل السنة فأنا أوافقك نعم هو إمام من أهل السنة ولكن على ما مات عليه فكما تعلمون ويعلم الجميع بأن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه قد مات على مذهب أهل السنة وبين ذلك في كتابه الإبانة في أواخر حياته رحمة الله عليه وفي كتابه مقالات الإسلاميين ولذلك إن كنت تزعمه يا شيخ محمد بأن أبا الحسن الأشعري هو إمام من أهل السنة فأنا أوافقك ولكن فيما انتهى إليه لماذا تخالف يا محمد الحسن الددو أبا الحسن الأشعري وأنت تعده إماما من أئمة للسنة تخالفه فيما انتهى إليه في آخر حياته وهذا مشهور عنه منقول في سيارة علام النبلاء للذهب وفي غيره في ترجمة الإمام أبا الحسن الأشعري والذي ترجم له الذهبي رحمة الله عليه في كتاب سيارة علام النبلاء إمام المتكلمين وذلك في مجموح حياته ولكنه قبل خاتمته بفضل الله تبارك وتعالى أكرمه الله بأن عاد إلى رشده واعتنق طريقة أهل السنة والجماعة نسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر